موسيقى موسيقى مشاهدين أهلا بحضراتكم وساعتين بنقابلكم فيهم كل يوم على مدى ساعتين على شاشة نيل الأخبار في برنامج هذا الصباح النهاردة عندنا موضوعين رئيسيين أول موضوع عن الدعم الاستثنائي اللي بتقدمه الدولة ضمن برنامج تكافل وكرامة وهي مبادرة مهمة جدا ضمن مبادرات عديدة بتقوم بها الدولة لدعم المواطنين الدعم ده أو المبادرة دي هتم تخصيصها لتسعة ملايين أسرة إضافية في دعم استثنائي هنتعرف على تفاصيله أكتر إيه شروط هذا الدعم إيه نوعية هذا الدعم من خلال حوار مع أحد المتخصصين والعملين ضمن منظومة برنامج أو مبادرة تكافل وكرامة عندنا موضوع آخر عن حملة اسمها ابقى آمنا هي حملة بيطلقها البنك المركزي للتوعية بحماية بيانات الدفع الإلكتروني والحقيقة يعني دي حملة مهمة جدا لأنه مؤخرا تعرض كتير جدا من الأشخاص لعمليات نصب أو استيلاء على أموالهم بسبب قلة معرفتهم بتفاصيل كتير جدا خاصة بالدفع الإلكتروني وسرية البيانات في مكالمات أحيانا بتيجي من ناس بيدعوا أنهم من خدمة عملة أو من البنك أكيد في حملات توعية لكن يبدو أن الحملات دي لازم تكون مكثفة بشكل أو بآخر عشان توصل لكل الناس بكل مستوياتها التعليمية والثقافية دول الموضوعين الرئيسيين اللي حيكون معانا عليهم ضيوف في الستوديو يتكلموا بتفاصيل أكتر وطبعا بالإضافة إلى جولتنا مع نوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم وإطلالتنا على أخبار الرياضة والاقتصاد نبتدي كالمعتاد بفقرة إيروبيكس اللي بنجدد بيها نشاطنا وحيويتنا في بداية اليوم من بعدها حيكون لنا وقفة مع تقارير المرسلين وأخبار العالم هذا الصباح يا صباح الفل هنبدأ تمريننا النهاردة بحيث أن إحنا يبتدي يومنا بنشاط مع كابتن أحمد أشرف وشفكم بها لفصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يا رب تكون كانت تمريننا النهاردة مفيدة ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة اهلا بحضرتكم مرة تانية ونبتدي معاك وجولتنا مع اخبار العالم وتقارير المرسلين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اعمال ترميم كنيسة المونيرة بن بابا التي تعرضت لحريق كبير صباح الاحد الماضي وكانت الهيئة الهندسية قد ارسلت معدتها الى موقع الكنيسة في محافظة الجيزة لاعادة ترميم البابن المحترق بعد اتمام رفع مخلفات الحريق نروح لخبر اخر خاص بالسنوية العامة انه قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمان عشور مد فترة التقديم للتنسيق الالكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يوم اضافي لتنتهي المرحلة الاولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء من جانبه اعلن السيد عطى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق انه عدد الطلاب المتقدمين للتنسيق في المرحلة الاولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الان 107 الاف طالب وطالبة اكد وكيل الازهر الدكتور محمد الدويني انه مصر تولي قضية المناخ اهمية بالغة وبرهن عليها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مبادرات وفعاليات عديدة متعلقة بالمناخ واشار الى ضرورة تكاتف المؤسسات لتنفيذ رؤية موحدة لمعالجة مشكلات التغيرات المناخية جاء ذلك خلال اطلاق المبادرة الجماهرية مناخنا حياتنا تحت رعاية شيخ الازهر وبالتعامل مع وزير البيئة بعنوان مناخنا حياتنا اطلق مجمع البحوث الاسلامية مبادرة جماهرية وذلك استعدادا لصدفة مصر لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ حيات تطلق المبادرة تحت رعاية الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ووزيرة البيئة لنشر الوعي المناخي في المجتمع قصد منها العمل على توعية المجتمع بواحدة من القضايا التي تؤرك البشرية جمعاء والتي قد يلزم عنها الكثير من النتائج السلبية الخطيرة التي تعود على الانسان نتيجة فعل الانسان تجاه مكونات الكون ومكونات البيئة اهمية هذه المبادرة بانها تأتي لتكتمل الرؤية العلمية مع الرؤية الشرعية تجاه واحدة من القضايا التي دعت الشرائع السماوية الى المحافظة عليها المبادرة تأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في اعداد الخطط التنفيذية لتنفيذ التراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الفين وخمسين الواجب الديني والوطني رحب الازهر الشريف بابرام بروتقول تعاون مع وزارة البيئة في شهر يونيو الماضي لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التوعية الخاصة بالبيئة على مستوى الجمهورية ورفع الوعي البيئي بداية من ابنائه الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في المعاهد والكليات مرورا بالعاملين به وانتهاءا بالمجتمع بشكل عام كل الخطوات اللي احنا بنعملها احنا بنزرع في الجيل القادم بنزرع لجيل واعي جيل قادر جيل قادر ان هو يحقق مجهودات عشان يقدر يقف امام هذا التحدي العالمي سيتم عقد 24 ورشة عمل بحضور المتخصصين لملاقشة التغيرات المناخية واثارها على المجتمع ورفع وعي المشاركين بقضايا المناخ والتغيرات واثارها على البيئة تاتي المبادرة في ظل سدادات الحكومية لعقد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ والتأكيد على اهمية دور الازر الشريف في دعم مختلف القضايا المجتمعية ورفع الوعي لدى المواطنين منذر عبدوح الني نظف نشطاء مهتمين بالبيئة شاطئ عام في مدينة الاسكندرية السحلية في اطار حمل التوعية بيقوموا بيها استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل المبادرة بتهدف الى اللي بينتمي لها النشطاء اسمها فانلاستيك الى تنظيم 27 فعالية هذا العام ضمن عمليات تنظيف للشواطئ وحملات توعية وسباق ماراثن وورش عمل وتنظيف شاطئ الدخيلة احدث هذه الانشطة بيجمع المتطوعون القمامة في اكياس ليتم تصنفها لاحقا اما الى نفايات قابلة لاعادة التدوير او بلاستيك قابل للتحويل الى وقود بتتولى مصر رئاسة محادثات المناخ للامم المتحدة من بريطانيا وتعقد القمة في الفترة من السابع لتمنتاشر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ واعلنت وزيرة البيئة في الاوينة الاخيرة عن خطط لخفض الاستهلاك السنوي للأكياس البلاستيكية اللي بتستخدم مرة واحدة الى خمسين كيس للفرد سنويا بحلول عام الفين وثلاثين احياء لفن الأرجوز التراثي بيستضيف بيت السناري بحي سيدة زينب فعليات مهرجان خاص للأرجوز يقدم عروض تربوية وثقافية للأطفال حتى الأربعاء المقبل ده خبر لطيف جدا بالنسبة لأي حد عنده أطفال وبيهدف المهرجان الى إبراز جوانب الفن فن الأرجوز وتسجيله على قوائم اليونسكو للفنون الشعبية شوف تقرير خرق مسرح يعتمد في مفرداته على المسرح القديم هو هدف فن الأرجوز الذي يقدم من خلال عدد من العروض التي تشارك في مهرجان الأرجوز في دورته الثالثة وتقدمه فرقة ونضى ببيت السناري الأرجوز خير الضرق الراوي عشان نقول ان احنا جدينا مسرح قديم جدا لان قالوا ان العرب مكانش عنده المسرح في مقابل ان احنا نصوص ابن دانيال مكتملة المسرح يعني عندنا حوار وصراع وانا حدنا معنى كلمة المسرح من الجانب الآخر صندوق الحكايات والتمساح وخيال الظل عروض تم تقديمها خلال فعاليات اليوم الأول للمهرجان حيث يمتزك فيها خيال الظل بالراوي بالأراجوز والذي لاقى تفاعل كبير من الأطفال أحب الأراجوز مع أمه عصمود كي أتصارك على الأراجوز بس الأراجوز كان عجبني أوي أنا متحمس عشان أشوف الأراجوز وأنا بصراح أحب الأراجوز وأنا بصراح أحب الأراجوز أوي كمان برضو بيدحقني أوي فعاليات المهرجان تشمل مجموعة من الندوات الثقافية الشعبية وأثر فن الأراجوز على فن السينما وغيرها من الفنهون احنا بنعتمد على ثلاث موتيفات داخل العرض هي الأراجوز وفن خيال الظل والراوي في خلال الثلاث أيام هيبقى في مجموعة من العروض هنقدمها منها عروض تراثية ومنها عروض تربوية لأننا عندنا دايما شعار بنقوله في الفرقة أننا بنحط قدم في الطراف وقدم في الواقع فن الأراجوز أحد عناصر تشكيل الوعي لدى الأطفال لذا تضم الفعاليات عدد كبير من العروض التربوية والثقافية ثلاثة عروض تشارك في المهرجان الذي يجسد جمال وروعة التراث ويربطه بالواقع ويناقش عدد من القضايا المعاصرة لفتح أفاق جديدة أمام الأطفال من خلال فن الأراجوز وليل حديني أنيل واجه الطالب الجامعي الأردني الكفيف عمر أبو زهرة صعوبة في توفير الموارد التعليمية بالتحديد الكتب والمراجع اللازمة لحصوله على درجة الماجستير في الشريعة ونظرا لوجود جزء بسيط جدا من الموارد اللازمة المتاحة بطريقة برايل أوضح أبو زهرة أنه كان بيطبعها على نفقته الشخصية بتكلفة مادية باهضة وقال أن الكتاب الواحد كان بيكلفه ما يصل إلى 80 دينار أردني أي 112 دولار قبل أن تسهم مبادرة أردنية اسمها مطر في توفير الكتب الصوتية الإلكترونية لي والأمثال عبر الإنترنت مبادرة مطر عبارة عن مشروع تطوعي يحول الكتب الجامعية والموارد التعليمية إلى كتب صوتية ونصوص متوفقة مع قارئ الشاشة وطريقة برايل وبحشد نحو 30 ألف متطوع من أنحاء العالم يستطيع طلاب الجامعات من ذوي الإعقات البصرية من العالم العربي طلب تحويل كتبهم من خلال تطبيق حيث يمكنهم أيضا البحث عن الموارد اللي تم تحويلها سابقا مجانا بيقوم كل متطوع بعد ذلك بتسجيل أو كتابة صفحتين من الكتاب لإكماله بسرعة وحصل المشروع على العديد من الجوائز والأموال المحلية الإقليمية للقيمة اللي بيقدمها للطلاب المعاقين بصري في مدينة حمص السورية انطلقت النسخة الخامسة والأربعين من كرنفال مار مريتا في ظاهرة احتفالية جرت منذ 45 عام كحدث ترفيهي سرعان ما اكتسب شهرة واسعة وأصبح واحد من أهم الاحتفالات على مستوى الوطن العربي بأزياء مفاعمة بالألوان والسيارات المزينة شارك المئة من السكان والمغتربين السوريين في مدينة حمص بالنسخة الخامسة والأربعين من كرنفال مار مريتا الذي يهدف إلى تشجيع سياحات بالمدينة انطلق الكرنفال لأول مرة قبل 45 عام كحدث ترفيهي من أجل السكان المحليين بالمدينة لكنه سرعان ما اكتسب شهرة واسعة بداية كان الهدف هو ظاهرة احتفالية فرح لأهالي البلدين بعدين اكتشفنا أنه يحرق عجل اقتصادي للمنطقة كلها فصار يستقطب المقتربين بهذه الفترة أهم حفلات على مستوى الوطن العربي عم تصير بهذه الفترة حتى تصير مشاريع كرنفال مار مريتا بـ 14 عام وخلال النصف الأول من شهر أغسس يتعاون خبراء التجنيل والخياطون مع غيرهم من أجل إقامة كرنفال مار مريتا يعني من واحد أب لأربعة عشر أب هو الكرنفال لدينا شيء ما أعرف هو أي حد يوقف يشغله وكل العالم المشاركين دائما السنويين عطول خلاص بيوقفه مشان كرنفال هذا الكرنفال هو شيء طوعي بالأخير ويقام الكرنفال السنوي الذي توقف بين عامي 2011 و2015 بسبب الحرب في سوريا لكنه يعود اليوم إلى شوارع حمص لاستعادة شيء من أفراحها المفقودة كشفت وكالة الفضاء الروسية لأول مرة عن نموذج فعلي لما ستبدو عليه محطة الفضاء الروسية الجديدة المخطط لها ما يشير إلى أن موسكو جاد في الانسحاب من محطة الفضاء الدولية والعمل بمفردها في مجال الفضاء نتابع تقرير لأول مرة تكشف وكالة الفضاء الروسية عن نموذج فعلي لما ستبدو عليه محطة الفضاء الروسية الجديدة المخطط لها في خطوة يرى فيها مراقبون أنها تحرك جاد من موسكو للانسحاب من محطة الفضاء الدولية والعمل بمفردها في مجال الفضاء وفي خضم ما يعتقد بعض السقور في الكريملين أنه قطيعة تاريخية مع الغرب بسبب العقوبات المفروضة جراء الحرب في أوكرانيا تتجد روسيا لتقليل الاعتماد على الدول الغربية والمضي قدما بمفردها أو التعاون مع دول مثل الصين وإيران في مجال الفضاء وأضر الغرب الذي يتهم روسيا بشن حرب عدوانية على أوكرانيا بالاقتصاد الروسي بعقوبات تهدف إلى حرمان موسكو من التكنولوجيا والمعرفة التقنية والأموال قدمت وكالة الفضاء الوطنية الروسية التي تعرف باسم روس كوزموس نموذجا لمحطة الفضاء المزمعة والتي أطلق عليها اسم روس في منتدى الجيش 2022 بالعاصمة موسكو وقال مدير محطة روس كوزموس أن روسيا ستترك محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 وتعمل على تطوير محطة المدارية الخاصة وتميق محطة الفضاء الدولية عام 1998 وهي مأهولة باستمرار منذ نوفمبر 2000 إثار شراكة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتضم أيضا كندا واليابان وإحدى عشرة دولة أوروبية أما إدارة الفضاء والطهران الأمريكية ناسا والتي تحرص على إبقاء محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى عام 2030 فتقول إنها لم تتلقى بعد تأكيدا رسميا للانسحاب الروسي وفي المقابل تقول روس كوزموس أن المحطة الفضائية الجديدة ستطلق على مرحلتين حيث تشهد الولى بدأ تشغيل محطة فضائية مكونة من أربع وحدات يليها لاحقا وحدتان أخريان ومنصة خدمة بما يوفر لرواد الفضاء الروس رؤية أوسعة للأرض لأغراض المراقبة تم العثور على ثلاثة هيكل عظمية في بيرو يمكنها أن تلقي الضوء على المقبرة اللي بترجع للحقبة الاستعمارية التي تقع في منطقة العاصمة ليما وكشفت بلدية محافظة ليما العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين وطفل لدى التل الواقع عند حديقة اللينز وذكرت وكالة الأنباء البيروفية اندينة أن هذا الكشف يعتبر واحد من أكثر الاكتشافات المذهلة خلال السنوات الأخيرة وقال تعلمة الأثار في الحديقة لوسيندا كاريون أن أحد الهياكل العظمية كان قد دفن مع وجود صليب على الصدر وهو ما يلمح إلى توقيت دفن الجثث من الحقبة الاستعمارية الإسبانية في القرن السادس عشر وذكرت وكالة أندينة أن الاكتشاف قد يكون الأول من بين العديد من الاكتشافات في الوقت اللي قد يكون فيه الموقع عبارة عن مقبرة يبلغ عمرها حوالي خمسمائة عام أنجبت باندا عملاقة أشبال توأمين في مقاطعة شانسي شمال غرب الصين وبلغ وزن التوأمين 150 كيلو جرام و134 كيلو جرام على التوالي عندما ولد في مدينة تشينجلينج لبحوث الباندا وهم في حالة صحية جيدة تعد هذه الولادة الثانية للباندا ليونج يونج اللي ولدت في أغسطس 2014 وأنجبت أول شبل لها في 17 أغسطس 2020 لتصبح أصغر أم باندا في المركز الباندا ليونج يونج تعتبر نوع فرعي من حيوان الباندا العملاق تم التعرف عليها لأول مرة عام 2005 لديها جونجومة أصغر ومستديرة وأنف قصير وفراء أقل من سلالات سيتشوان الأكثر شهرة بدأ المركز في تربية الباندا اصطناعيا في ثمانينيات القرن الماضي وأسس نظام تكنولوجي للتكاثر الصناعي وحتى الآن تم تربية مجموعة مكونة من 34 شبل من الباندا العملاق نروح لأخبار التقس حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع رطوبة اليوم ما يزيد من الأحساس بارتفاع درجة الحرارة وبقيم تتروح من درجتين إلى أربع درجات مئوية نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور محمد علي فهيم خبير الأرصاد الجوية يا صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فلي مربي الفلي يعني درجة الرطوبة عالية جدا بشكل ملحوظ بقالها فترة ايه التفسير العلمي لده يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم احنا طبعا في الثلث الأخير من فصل الصيف وطبيعة شهر أغسطس وكتنبر ان بيكون في رطوبة عالية وخاصة في مناطق الوجه البحري وخاصة في الطباح الباتر يعني بدأت الشابورة المائية تظهر في بعض المناطق بعض الأيام وده طبعا نافج على ان نهاية الصيف بيشهد هذه الرطوبة السلادي بس فيه اتفاع ملحوظ شوية في نسبة الرطوبة نظرية وده طبعا اي حدث او مظهر جديد عن مناخ مصر هو بيرجع لظاهرة صغير من مناخ ولكن درجات الحرارة الحمد لله من اليوم وحتى نهاية هذا السبوع ما زالت الدرجات الحرارة المميزة للصيف المصري غير السنوات اللي فات كانت موجات شديدة الحرارة في نهاية الصيف وعملت مشاكل في بعض القطاعات والأرشيطة الزراعية وبعضه يعني عملت يعني ضيئة الناس ولكن هذا الصيف معظم الأيام التجاة بيحش شمالية فبالتالي بيحصل تلقيق في اخر اليوم ما بيحصلش تراقب من درجات الحرارة ليلا فبالتالي متوقع ان يكون درجات الحرارة ان شاء الله حوالين 32-33 في مناطق شمال الدلتة والسحل الشمالي وحوالين 36-37 في القهرة وجنوب الدلتة والسحل الشمال الصعيد وبتتروح يعني حول الاربعينات 39-40 في مناطق جنوب مطر الكلام ده ان شاء الله يستمر معنا من اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع طبعا في نصحة مهمة لأهلين المزارعين برضو بعدم استعجال زراعة العروة الشتوية أو العروة الجديدة ننتظر حتى 25-8 ونزرع بقى البطل الشتوي نزرع الثوم نزرع البطل نزرع الفطول الضيضة نزرع البنجر العروة الأولى بعد 25-8 سيكون في معاد مناسب نوع المال هذه الزراعة تمام طيب يعني هل بتتوقع اي موجات حرارة في الفترة اللي فضلة من الصيف يعني على حسب التوقعات المناخية موجات حرارة استثنائية حتى 10 يام قدام ما فيش موجات حرارة ولكن للمرة الثانية تغير المناخ يعني ممكن ما يكونش فيه موجات حرارة في الصيف وينتهي الصيف 21 سبتمبر أو 22 سبتمبر ويكون هناك موجات حرارة في الخريف نفسه بعد هذا التاريخ ده طبيعة لتغير المناخ وده المتوقع على فكرة في خريفة هذا العام أن يكون بعض الصيف المتأخر وأحيانا يكون فيه أمطار خريفية مبكرة يعني ده النماذي الجايبة هذه التوقعات نعم أنا بشكرك دكتور محمد علي فهيم خبير الأرصاد الجوي دي كانت فقراتنا معاكو في بداية يومنا في هذا الصباح مجموعة متنوعة من التقارير وأخبار العالم نروح لأولى نشرتنا الرياضية من بعدها أولى وقفتنا الحواري عليكم علي